بحضور ناشطين من العربي واليهود تم عرض فيلم شرقية في مركز منتدى التعايش السلمي في النقب بمدينة بئر السبع حيث لاقى الفيلم الذي يجسد مأساة القرى مسلوبة الاعتراف ردود فعل متباينة أنا فرحانة كثير أنه جايوا كثير الناس للعرض الفيلم الشرقية بلشنا مع هذا الفيلم عشان هذا موضوع كثير مهم إلنا كل هدوم البيوت في النقب هذا سار ورح يصير للإخسارة اليوم حضرنا فيلم شرقية اللي بيحكي عن القرى الغير معطرف بيها في النقب في الجنوب وشوفنا طبعا مشاهد الهدم هدم البيوت الغير معطرف بيها من قبل السلطات شوفنا مشاهد جدا صعبة جدا مريرة وأنا من أصدقائي اللي بشوفهم في اليوم يوم في التعليم في الشغل بس مع كصاص وبعرف أنه الواقع أمر من هيج يعد الشرقية للمخرج الإسرائيلي عامي ليبني وبطولة عدنان أبوادي أول فيلم محلي يتناول بالنقد الوضع المزري الذي يعاني منه العرب البدو في الجنوب خاصة في القرى مسلوبة الإعتراف التي تنقصها البنى التحتية وشبكة المياه والكهرباء وحتى المدارس والمؤسسات العامة وأنت تلاحظ من خلال الفيلم أنهم قاموا ببيع الماعز بسبب عدم وجود مياه وسرقة التركتور التي ظهرت في الفيلم هذه تفاصيل أنها تقول أنها قطع أرزاق المواطنين العرب في النقب مصادرة الأراضي الفيلم بالنسبة لنا هذا شيء عندنا يوم يوم بنشوفه في كل القرى فالنقب والفيلم هذا بالذات ما فيه شيء يعني ما فيه لا أولاد ولا إشيء يعني يعني زي ما بيكون عندنا نسبين فالقرى خير معترف فيها والقرى كمان معترف فيها كمان فيه هد وفيه كل أشيء هذا انتهى اللقاء بنقاش مفتوح شارك فيه الحضور حيث أكدوا أنه بالرغم من المرارة التي يظهرها هذا الفيلم إلا أنه ينقصه معاناة الأطفال في ظل سياسة هدم البيوت